السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندنا مسألنا بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء قبل ما نتكلم في موضوع حالتنا النهاردة طبعا أحب أوجه أي حد عنده أي سؤال يدخل على القناة يشوف آخر فيديو إجابة متاح تحته التعليقات ويكتب سؤاله ما تكتبش أي سؤال منتظر منه إجابة تحت أي فيديو تعليمي هنعيد الكلام ده كتير لحد ما الكل يتوجه لفيديوهات الإجابة لأن أنا مش هرد على الأسئلة لأن اليوتيوب ما بيدعمش غير الكتابة النصية والكتابة النصية بتاخد وقت طويل فأنا بنجمع الأسئلة كلها في فيديو واحد في التعليقات آخر فيديو إجابة في القناة متاح تحته التعليقات تكتب فيه سؤالك في خلال يوم يومين تلاتة بالكتير بردلك عليه بفيديو إجابة تاني وتشوف الإجابة بتاعتك بالتفصيل إن شاء الله موضوعنا النهاردة عن الأعلاف احنا تكلمنا كتير عن الأعلاف قبل كده ومازال هنتكلم ولسه هنتكلم في المستقبل برضا كمان كلام مش هينتهي إن شاء الله عن الأعلاف ليه؟ لأن ده عصب مشروع الأغنام ده عصب أكتر من 80% في مشروع تسمين الأغنام أكتر من 80% مصرفات بعد شراء الأغنام بتكون معتمدة على الأعلاف المصرفات كلها رايحة في الأعلاف وهضرب لك مثال قبل ما ندخل في موضوع الحلقة عشان تركز معي كويس وتنتبه كويس لموضوع الأعلاف ركز جامد في موضوع الأعلاف هنفترض إن أنت عندك 10 خرفان فقط لا غير واحد لسه مبتدئ وجايب 10 خرفان بيسمينهم لمدة 100 يوم 3 شهر ونص فقط لا غير 3 شهر ونص دورة صغيرة كده دورة سريعة 3 شهر ونص لو 10 خرفان دولار 10 خرفان طبعا دولار في خلال الدورة دي بياكل تقريبا بمعدل كيلو علف في اليوم تقريبا بمعدل كيلو لو أنت بدخل أوزان 20-25 بياكل بمعدل كيلو علف في اليوم يعني 10 خرفان هيكلوا في الميت يوم اللي هم 3 شهر ونص تقريبا هيكلوا طن علف هيكلوا طن علف مركز لو أنت وفرت جنيه واحد جنيه واحد في السعر العلف وهوريك من خلال الفيديو ده إزاي توفر جنيه وأكتر من جنيه في الفيديو ده إن شاء الله فيديو ده عملي فيه صور خمات أعلاف أنا بشتغل بيها بدايل كلها إن شاء الله هنتكلم معنا بالتفصيل دلوقت لو أنا وفرت جنيه في الكيلو معنى كده إن أنا في العشر خرفان وفرت في الدورة اللي هي 3 شهر ونص وفرت ألف جنيه وفرت ألف جنيه لو أنا وفرت جنيه واحد في العلف مع الحفاظ على قيمته مع الحفاظ على نسبة البروتين بتاعته وفرت جنيه في الكيلو معنى كده إن أنا في خلال عشر خرفان دولة في الدورة وفرت ألف جنيه ده لو عشر خرفان بس أما أنت لو عامل مزرعة فيها مئة خروف فيها مئتين خروف فيها توتمائة خروف فيها وخمسمائة خروف فيها ألف خروف شوف التوفير هيكون قديه لو أنت عامل مئة خروف هتوفر في دورة صغيرة صغيرة هتوفر عشر تلاف جنيه عارف يعني عشر تلاف جنيه كمية كبيرة مش صغيرة أنت في مئة خروف ده مش مزرعة بخمة مئة خروف يعني مئة خروف وفرت وفرت 10.000 جنيه من خلال العلف فقط لغير غير مكسبك لسه انا بتكلم توفير فقط لغير فلابد تتوجه بان طبعا دي صورة اسعار الخمات في مصر بتاريخ زي ما انت شايف التاريخ قدامك اهو التاريخ 3012 احنا النهاردة 1.1.2021 يعني ده بتاريخ 3012.2020 2020 يعني يبقى ده من اول مبارح سعر اول مبارح لاحظ الخمات كلها التغيير ده التغيير كلها بلاس كلها زيت كلها ارتفاع من 120 وفي 500 جنف زيادات يعني الاعلاف في مصر بتزيد بطريقة رهيبة جدا اليوم الدول دي الاعلاف التقليدية الاعلاف التقليدية الدرة والصوية والقمح طبعا الزيوت والدقيق الحاجات دي كلها من ينشل علاقة بيها بكلم على الصوية الدرة والصوية والأمح ده اعلاف تقليدية شوف اسعارها كلها ولاعت الدرة وصلت 4500 جنيه صب اردو يعني لسه لما تجي تشتري انت بالشجر هتشتري اغلب جدا تشرب 4600-4700 الصوية 8300-44% بروتين ده برضك صب أرضه يعني تروح تاخدها ب8500-8600 ومع ذلك سعر الصوية لـ442% بروتين ده سعرها يعتبر في المعقول حتى لو وصلت 9 جنيه سعرها في المعقول لأنها نسبة بروتين 40% أنا ممكن أستخدم مخلفات بس نسبة بروتين فيها وطية أرفع نسبة بروتين بها عن طريق كسب الصوية أضيف على 10% 15% 20% مش أترفع السعر ياما ولكن أترفع البروتين ياما لأن البروتين عالي دي كده تعتبر شوف الأزهار الخامات كلها مولعة كلها ارتفعت كتير طيب أنا أستخدم إيه الحمد لله إحنا كمزارع تسمين كمزارع تسمين أغنام أو تربية أغنام أمهات أو مواشي أبطار ما فيش أي مشكلة ما بنعتمدش على الأعلاف التقليدي أنا الدرة دي ما بستخدمهاش نهائي لما بتغلى كده نهائي ما بجيبهاش فيه ناس الدرة دي أساسي بيجيب الدرة أساسي لا أجيب درة ليه وأوريك طبعا مقارنة بسيطة عشان أوريك لما نتكلمت على الخامات البديلة وهنوريك دلوقتي خامات بديلة برضك عمل النهاردة عامل بالصور لكن لما تكلمت على الخامات البديلة وأنت لك إزاي تختار الكل خامة لاحظ معايا الدرب كام الدرب 4500 جنيه كم نسبة بروتين فيها 9% شوف الأمح الأمح في كزا أنواع في أمح 11% 11.5% في 12.5% في 14.5% دي كلها أنواع دي نسبة البروتين المكتوبة فيها دي احنا بنغضوها 12% كنسبة تقريبية زي ما قلنا لاحظ الأمح خلينا في اللي هو الـ 4460 اللي هو الأوكراني 12.5% بروتين أمح 12.5% بروتين بـ 4460 والدرة بـ 4500 جنيه يبقى إزاي نجيب درة 9% بروتين بـ 4000.5% أغلى من الأمح اللي هو 12.5% ما نجيبش درة خالص لو أني غصبنا عاوز درة هنجيب أمح أفضل مليون مرة 12.5% بروتين أعلى بتلاتة في المية ونص تلاتة في المية ونص بروتين دي عالي نسبة كبيرة وأرخص يعني إزاي نشتري ما لازم الواحد اللي بيأكل لازم تشغل دماغك في تكوين العلفة بتاعتك أقولنا عليها أكتر من 80% من المصاريف 80% من المصاريف التسمين رايح في العلف بعد شراء الأغنام طبعا المهمة في إحنا كده هندور على أعلاف بديلة أنا عن نفسي بستخدم هنشوف هنا شوف الأعلاف البديلة هذه دي الخامات الموجودة عندي أنا وبستخدمها آه ده عبارة عن فرزة فول كسر فول لاحظ ما شاء الله فيها كمية الفول ما شاء الله كويسة كمية الكسر يعني أكتر من 70% كسر طبعا عبارة عن فيها فول هوريك أنا فيها فول فرزة فول فولة كاملة بس صغيرة هوريها لك أهي استنى أنا مسككم على إيدي أهي دي فرزة فول فول حباية فول بس صغيرة دي فرزة فول ومعاها كسر فول ومعاها الكسر يعني الفرزة والكسر اللي تنميها بعض بس أنا أنا أقيتهم أحططهم على إيدي عشان أورهم لك دي بكاملة بشتريها اشتريتها باربعة جنيه دي باربعة جنيه حاليا دي التلات خمات الموجودة عندي اللي بستخدمها اللي هي اهي كسر الفول ده دي فرزة فرزة فول مع كسر فول وما فاش أي طراب وبتتكل بالكامل ودي النخالة النخالة طبعا سعرها الغدورة سعرها تمام بتلاتة يجين تلات تلاف وتلتمية تلات تلاف وتلتمية 15% ما تخلاش من العلف لازم دي صوية 4-4% في المية بس محروقة صوية محروقة صوية محروقة دي بينزل سعرها بسعة بتوصل لنص جنيه 90 قرش يعني 900 جنيه طن 800 جنيه طن ونزرت لـ 500 جنيه طن بس حاليا خلصت كان في منع كميات نازلة حاليا خلصت في منع يعني دل Filipتي ممكن تلاف 1500 طن 1600 ممكن توصل ما تكونش طراب نعمة زي ما انت شايفها يا خشنة انا قريك صورة تاني لها فين صورة تاني اهي لاحظ الحباية خشنة مهيش طراب نعمة وفي نفس الوقت فيها نسبة ضياد الحبة البيضة هي الحبة السريمة اللي ما تحرقتش اما الحبة السودة الفحمة دي دي تحرقت بتعتبر البروتين فيها راح ففي نسبة كويسة يعني على الاقل من الاربعة واربعين لو قعد الربع لو قعد اقل من الربع 20% الى قعد 10% 10% ب2 جنيه ممتازة الغنب بتاكلها بس هي لها ريحة نفزة زي ريحة القهوة بس مجرد من الغنب تعودت عليها خلاص على كده بتاكل تحطها تحطها واحدة واحدة تحط منها بعد كده مفيش منها اي مشكلة في البهايم في البعر بيأكل فيها برضك تمام مية مية معاك تاني فيه في الفرزة فيه قلنا كسر الفول قلنا فيه نوع تاني اهو من المخلفات اهو دي عبارة عن مخلفات هي مع بعضها كده حتة واحدة عبارة عن حبة عتس ده عتس اللي هو العتس الأخضر اللي هو العتس بجيبب المصري اهو ده عتس اللي هو العتس الأخضر العتس بإشرو كل ده عتس المدور ده كله ده عتس عتس وحبة قمح اهي القمح واضح واصفر واضح وحباية كبيرة 100-100 وفيه شعير اهو شعير طبعا فيه شعير كتير بس الشعير مش واضح كويس هي فيها شعير كتير وفيها حاجة تاني بنسميها في مصري تسمى سابوس اللي هو البزرة بتاعته طويلة كدة بيطلع في وسط القمح دي بزور برضك بس البزرة تبقى طويلة عاملة كينها اشية بس هي مش اشية البزور الطويلة دي لية عاملة زي الشعير بس البزرة بتاعته طويلة في مصري بيتسمى سابوس بيتقال عليها سابوس يعني أنك كده بتطلع في وسط الشعير والقمح دي في منها كتير يعني في منها قهوات اللي هو الرفيعة الطويل ده ده مش أش دي بزور لية سابوز ده فدي عالفة تعتبر عالفة كاملة دي تعتبر عالفة كاملة دي بكام بربعة جنيه وربع دي بربعة جنيه وربع ممتازة 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 فيها عتس مصدر بروتين وفيها شعير وفيها أمح مصدر نشوية تعتبر عالفة كاملة بربعة جنيه وربع بروتينة كده من خلال نظر إيطي فيها نسبة العدس اللي فيها يعني العدس فيها عدس 25% فوق 25% فيها اقل حاجة شغير 11% ومعك امح 12% يعني نسبة بروتينها في الميت هتكون 15-16% ما فياش طراب طبعا خليها من الاترب زي ما انت شايفها على الايدة ما فياش اي طراب دي تعتبر 15% بروتين بربعة جنيه بربع ممتازة بس بتتعب وانت بتدور في وسط الشكير بتضرب الالم فيه الالم بيتحط في الشكير بتضرب بتطلع كل حاجة يعني بتشوف من فوق بتشوفها من تحت لان الشكير من المخلفات دي مشكلتها بتكونش كلها رسمة واحدة يعني دي شكير دي شكير متساوية الامح زي العدس زي الشعير او الشعير قليل فيها بس فيها امح كويس وفيها تعدى فيها عدس كويس فيه شكير تانية تلاقي ما فياش عدس وما فياش امح عبارة عن بزرة السابوس دي البزرة دي والاسموه دا والتاني وشوية امح بسيط فانت بتنقف الشكرة بتعرف بتدور في الشكير بتعرف فالنسب بتاعتهم مش موحدة يعني في وسط الخامات معاك طبعا الحاجة التانية ببلاش برضك ومتوفر في الوحيات ومتوفر في أماكن كتيرة الطمر ده طمر مية مية متوفر في بلدان العربية كتير متوفر عندنا في مصر في الوحيات وفي سينا سيوة متوفر وبكميات كبيرة ورخيص ده من جنيه ونص لاتنين جنيه من جنيه ونص لاتنين جنيه هقريك صورته بعد ما انطحن اهو فين الصورة ده هو سليم ده كده لا مش ده فين بعد الطحن اهو ده بعد الطحن طمر مطحون بس كان حاطت عليه شوية نخيلة لاني الطمر كان طري المداشة قال طري عاوزين نحط عليه شوية نخيلة عشان بس الرطوبة اللي فيه فده علشوية نخيلة مسحو طمر مية في المية ده صديق ليه اهو بستخدم الطمر والعلفة دي اه كنت روحت ما عنده واحد وجبتها له برضك العلفة دي اهي اللي هو الخلطة ديت المخلفات دي زائد النخيلة خلطهم وده المنتج النهائي بتاعه ده المنتج النهائي اهي بان العدس فيه بس الصورة ما صفيتش لسه لا ايا كده الصورة اخرها ده المنتج النهائي المهم بعد التخليط بالكامل اهو بان العدس اهو وفيها طبعا القمح والشعير والبزرة بتاعت السابوس ديت والنخالة والطمر علفة مهمة كلفته كام كلفته تلاتة جنيه تلاتة جنيه تقريبا كلفته اتنين جنيه وتسعين قرش تلاتة جنيه كان حاطت مية كيلو من العلفة دي ومية كيلو ونخالة ومش عارف مية كيلو طمر تقريبا وخلطهم كلفته حوالي مية جنيه تلاتة الطن تكلفه تلاتة لاف جنيه تقريبا ما شاء الله يعني سعر ممتاز وعلفة ما شاء الله لغنبتاكل فيها مية مية وبروتنا يعني ان شاء الله باذن الله ان الخالة خمسة شهر في المية العلفة دي قلنا ما تقلش عن خمسة شهر في المية والطمر خليه ستة سبعة في المية يعني على الاقل هتكون النسبة طبعا العلفة اللي هنالنا على دي اكتر من خمسة شهر في المية المخلفات دي بس انا افطارد انها خمسة شهر في المية وخمسة شهر ومعاك نسبة منها اقول الطمر حوالي تمانية تسعة تقريبا يبقى هتصبح نسبة البروتين فيها حوالي 13% او 14% اللي نسبة الطمر اقل من نسبة الاتنين التانيين هصبح حوالي 13-13.5 ممتازة لانه ما بيسامنش دوات سمين سريع بس ممتازة على سعرها ممتازة على سعرها 13-14% بروتين ب3 جنيه 100-100 طبعا لا اسف اه كان فتحوالي 3 جنيه تقريبا اه 3 جنيه هي تقريبا اقل من 3 جنيه شوية لانه التمر هو كان جايبه رخيص جايبه بجنيه ونص المهم دي كده يعني ان شاء الله بس بشغالز يطور الفيديو كتير الفيديو كده فات الربع ساعة دي نظرة طبعا وفيه اللواء التاني هنا طبعا اللواء كسر الامح كسر الامح ده بيكون سعره يعني ده كسر نظيف بدون قشر وبيجي ده من ضمن اللي هي تجاوز التلاتة جنيه ممتاز اعتبره امح نظيف مفيش اي طراب مفيش اي طوب اللي هو زلط فيه عبارة عن امح مكسر بس وفرزت الامح ممتاز اعتبر امح وسعره رخيص بتلاتة جنيه تقريبا وبينزل ساعة لو فيه نسبة اشر باتنين جنيه لو فيه نسبة اشر اللي هي الاكلونة بيتقال على اكلونة اشر بتاعت الامح بيبقى باتنين جنيه باتنين جنيه بيزيتش على اتنين جنيه اتنين جنيه وربع وهو على حالته كده النظيفة بتبقى في حدود تلاتة جنيه تلاتة جنيه وربع ممتاز بديل الدورة خالص مستخدمش دورة نهائية ودي طبعا من ضمن الفرز اللي انا جايبها دي قولنا بربعة جنيه وفيها فيها حبات عدس ايباين انا فرزتالك شوية عشان يوريك العدس يعني امرها عن فرزة فول مع بعض حبات العدس العدس الأصفر الأحمر فالمهم لازم تتوجه وتشوف الخمات البديلة ضروري تشوف الخمات البديلة عشان تعرف تعمل العلفة بتاعتك بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن في انها طبعا متنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد مفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته